اتكلمنا على بطاقة بي اس تي وازاي ممكن تستخدمها في استخراج بطاقات دفع على السوشيال ميديا سواء فيسبوك او جوجل او تيك توك وغيره من المنصات لتقدر تعمل عليها اعلانات في الفيديو ده جايب لك تجربتك كاملة مع استخدام البطاقة دي وازاي تشحن حسابك الاعلاني من خلال البطاقة واستخراج البطاقة وتدفع بيها على منصة فيسبوك خلانا نتعرف على الشرح بالتفصيل ولكن بعد الانتر السلام عليكم انا احمد وديق قناة نستر المعلومات لأول مرة تتفرج على القناة اتأكد انت عمل لايك واشتراك عشان تابع عندنا كل جديد وتستفادت بحاجات كتيرة جدا وخلينا مباشرة انتقل لازاي ممكن تستخدم من المنصة تطلب منها بطاقة دفع وتدفع بيها اعلاناتك على فتاقة دلوقتي هنشوف ازاي ممكن استخدم المنصة بي اس تي في شحن رصيد حسابك الاعلاني على فيسبوك اول حاجة هي لازم ان يكون معك رصيد سواء بقى كان باليورو او بالدولار او بالبيتكوين او اليو اس تي تي حسب ما انت شحن الحساب بتاعك بعد كده هدخل على مايك كارتس او ممكن اضغط على اي خيار بعد كده اختار على طلب بطاقة شوف بقى انت هتشحن على انها منصة انا هشحن مثلا على فيسبوك فاختار على جيت كارد بعد كده تقدر تختار اي واحدة من دولتي تكلفتها الشهرية 10 دولار 10 دولار مقابل الكارت تمام وضربة شحن 2.9% تمام وفيه منهم بتدعم تأكيد السري دي اس اللي هو يبعط لك كود عشان يأكد الدفع وفيه منهم ما بيدعمهاش فانت تختار حسب ما انت عايز انا اختار مثلا اللي ما بتدعمش اللي هي اختار اي واحدة فيهم يعني ده البين بتاعهم وهم كلهم مخصصين لفيسبوك اختار مثلا المستر كارد دي او ممكن تختار فيزا حسب ما انت عايز بعد كده هنزل هنا واختار مثلا عايز كارت واحدة بعد كده هضيف الرصيد اللي انا عايزه واللي اكل مثلا 90 دولار هلاقي هنا بيقول لتكلفة الشهرية بتاعت الكارت 10 دولار وضروبة الاداع 2.69% ورصيد الكارت هيبقى 90 دولار بعد كده هنا الخاردة بيقول لك يعني شحن تلقائي هقفله لو انت عندك برومو كود يدك خاص ما هتشغله بعد كده هنقول له ان انا موافق على اساس شروطه لاستخدام بعد كده هضغط على كلمة continue هتظهر للوجهة دي وبعد كده اضغط على طلب كارت وكده يبقى هو تم اصدار الكارت بنجاح لو رحت تانى على الصفحة الرئيسية ورحت على موافق كارتز هلاقي الكارت بتاعه ظهر كل علي ان انا اضغط عليه هنا وبعد كده اختار full عشان اشوف جميع بيانات الكارت هينقني على وجهة دي طبعا بيانات الكارت الظهرة هنا اللي هو رقم الكارت والسي في في وكل البيانات اللي تقدر تشوفها تقدر تعمل شو ديتلز عشان تشوف كل البيانات وتعملها قوي طبعا الكارت ده بفضل على حسابك لمدة شهر كامل تقدر تستخدمه وتدفعه على الحاجة اللي انت ستطلعها بها هتروح بعد كده على حسابك الاعلان بعد كده تختار بطاقة الخصم بعد كده نروح عند البيانات وتبدأ تضيف بياناتك كلها وهيقول لك تم حفظ البطاقة وعايزين نتأكد منها نبعط لك رمز من اربع حروف مع عملية دفع بقيمة كزا جنيه واحد وثلاثين جنيه هنقول له تحقق كل ده عشان يتأكد ان الكارت ده ملكي لك ما انتاش كارت جابه من هنا ولا هناك يعني مش كارت شرعي وكل حاجة هضغط على تحقق هيفتح لي بعد كده اللي هو جهة اللي هنشوفها مع بعض دي بيقول لي احنا بعتنا لك احنا عملنا عملية خصم بواحد وثلاثين جنيه وهتلاقي كود من اربع حروف بعد كلمة ميتا باي هنروح كده على حسابنا وندخل على البطاقة اللي احنا هننزل لتحت هلقي عملية تم تاب نفس المبلغ بنفس التاريخ الكود جنب الكلمة ميتا باي هناخد الكود ده ونروح نضعه هناك وبكده يبقى احنا اكدنا عملية الدفع وكده البطاقة تم تأكيدها على حسابنا ان احنا ملك لينا يعني ونقدر نستخدمها بكل حاجة بلك هتقدر تدفع بها اعلانات عادي جدا وتستخدمها في اعلانات السوشيل ميديا بس في حاجة ممكن تحصل معك لا ربما تحصل وممكن ما تحصلش ان احيانا بيقول لك ابعات لي سكرينشوت يعني خدمة العملاء بتقول لك تم تعلق حسابك ابعت لي سكرينشوت بعملية الدفع او الفيزة اللي انت دفعت بها بتاخدوا سكرينشوت للفيزة الافتراضية دي وتبعتها لهم ان دي فيزة افتراضية وانت بتستخدمها من على منصة بي اس تي وبس كده وفي النهاية كتقييم للمنصة المنصة كويسة جدا وهي صدقة وكل حاجة لكن نوعا ما تكلفة استخراج البطاقات منها يعني ضرايب بتاعتها كبيرة يعني تقريبا عشرة دولار عشان تطلع كارت كارت بفضل معك لمدة سنة كمان اتنين في المية ضريبة على الايداع داخل الكارت كمان ان انت هتحتاجك تشتري فيها عملات رقمية وتضيفها عليها ودي مش كل الدول تقدر تشتري عملات رقمية وتضيفها عليها وبتشتري العملات رقمية بتكون بسعرها غير شوية لكن لو انت عندك عملات رقمية تقدر تضيفها بكل سهولة وتستخدمها وفي النهاية اتمنى تكون استفدت لو استفدت من الفيديو تنخلش علي بلايك واشتراك كان معاكم احمد من قناة منستر المعلومات وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر المعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة